الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم كما قلنا في هذه السورة سورة النحل يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه علينا ويوقظ الضمائر بالنظر إلى هذه النعم هذه الآيات عندما كانت تتلى في الجزيرة العربية وغيرها أياما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان الناس يعرفون تفاصيل التفاصيل العلمية لهذه الآيات وإذا كان النبي والأئمة يريدون أن يشرحوا كل التفاصيل العلمية يمكن ما أقول يمكن بعض الناس ما كان يصدق أصلا أنه شنو ما بين فرث ودم شنو معناته خلايا النحل شلون كيف أن هذه المملكة العجيبة للنحل إذا كانوا يريدون أن يفصلوا كان الناس يستغربون ولكن مع ذلك كانت هناك ومضات من بعض الأئمة خاصة في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أكو كتاب مع الأسف شبابنا فتياتنا بعد نسوا هذه الكتب اسمه توحيد المفضل هو الكتاب إملاء من الإمام الصادق صلوات الله عليه إلى المفضل المفضل أحد التلاميذ الورعين الفاهمين الأذكياء المؤمنين للإمام الصادق هذا الكتاب لما انتقروا هو مو كتاب كبير كتيب يعني ولكن يعني حوالي سبعين ثمانين صفحة تتعجب من التفاصيل العلمية التي يشرحها الإمام الصادق صلوات الله عليه هذه الآيات التي نحن في صددها حول كيفية خلق اللبن إيجاد اللبن سواء لبن المرأة حليب اللي ترضع الأولاد الصغار وسواء الحليب الذي نشربه نحن من الأنعام هذا شلون يتكون يعني كيف سائغا أو أول شي بل لبن خالصا سائغا لبن خواضح حليب خالصا يعني شنو ديش هنا جاي كلمة خالصا عندما ترجع إلى الكتب العلمية سواء في توحيد المفضل اللي الإمام سلام الله عليه ذاكر أو تذهب إلى الكتب المختصة العلمية في هذا العصر يقول إن إنسان أو الأنعام الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم يطلق عليها الأنعام ولذلك يقولون والماعز أيضا يتبع الضأن يا طيب الغنم هذه الأنعام الثلاثة نأخذ منها الحليب اللبن كيف يتولد الحليب وإحنا الأشياء التي نأكلها أو المرأة تأكل أو الأنثى من الإبل أو الأنثى من البقر الأنثى من الضأن والغنم شنو يأكل الأنعام شنو يأكلون عالة يأكلون حشيش وعلف ونباتات وأوراق الأشجار وهالأشياء يأكلونها كيف تتحول هذه الأمور إلى لبن خالص سأشرح شنو الكلمة الخالص وسائغ علاوة على أنه خالص سائغ إشارة جدا سريعة القرآن يقول من بين فرث ودم الفرث الفرث هو الأغذية التي تتجمع في المعدة وتهضم بعد هضمها يعني الغذاء لما الواحد يأكله يروح إلى المريب بعدين يتقل إلى المعدة هناك عندما يهضم يسمى فرث فرث خب الفرث شنو الأكل أو الطعام المهضوم في المعدة هذا الطعام يعطي مواد إلى جلد المعدة قليل بعدين يروح إلى الدم كله القرآن يشير إلى هذه المعجزة العلمية قبل أربعة عشر قرنا يقول إحنا نعطيكم لبن أولا خالص مع أن الدم مخالص الدم أولا لون أحمر ثانيا تلوث به الفرث بعد أكثر الأكل الذي يهضم في المعدة بيها رائحة كريهة بيها طعم كريه بعدين تفالة هيسة هذه من بين فرث ودم نحن نستخرج منه شنو هذا أنا اليوم كان عندي كتاب شفت إذا أريد أجيب الكتاب وأقراركم أصلا نخرج من التفسير ولكن دائما أنا أوصي أنه هاي الكتب أقروها قديما العرب عندما نزلت هذه الآيات عليهم ما كانوا يفهمون تفاصلها وكلما النبي والأيما كانوا يشرحون ما كانوا يصلون إلى عمق المسائل الآن كل شيء واضح تقريبا كل شيء مواضح بعد أكو أسرار لم تتضح بعد ولكن هذا المقدار الموجود اليوم قريت حول كيفية صنع اللبن من قبل الله تدبير الله ربوبية الله على مئات الآلاف من الأنعام ومن البشر أيضا حليب الأم بعضا حليب الأم شلون يصير يعني أيضا من بين فرث ودم هناك هذه الأمور عندما تهضم تعطي إفرازاتها إلى الدم الدم يعطي نتاجها إلى الغدد الموجودة في الثدي سواء للمرأة للرضيع أو لأنعام هناك عمليات معقدة عجيبة لحظة بلحظة ده يصير يعني مو أنه تقول أنه مصنع يجي يصنع هذا الشي في 50 يوم بعدين يطلع شوي كم قطرة لبن لا نعم مصنع إلهي غريب عجيب عندما تقرأ أصلا للدوخ شنو هذا العمل اللي داي يصير على الملايين من الأنعام من الإبل والبقر والغلم ونحن قاعدين مرتاحين نروح للجمعية نشتري الحليب ونشتري أصلا من ندري شنو صاير أصلا هذه الآية تشير إلى هذا الموضوع اللي الآن بعد صاير واضح بسبب الاكتشافات العلمية إشارة أيضا إلى الماء الذي ينزل من السماء ماء المطر بعض المناطق جفاف أكو أعانهم الله يشكون حقيقة بعض المناطق يشكون من الجفاف إذا ما يجي مطر الحياة تنعدم أصلا الآية تبدأ هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها الأرض ميتة أصلا الآن في بعض المناطق أنا رايح سنوات ما يجيهم مطر يدعون الله عندما يأتي المطر هذه الأرض الميتة تتحول إلى حياة تتحول إلى حياة من أنزل هذا الماء إذا واحد كل شيء يقدر يسوي يقدر يسوي مطر مطر يقدر يسوي الآن نفيد عملية أنه ما أدري يتلقيح السحاب ما شلون صحيح بس بالنتجة لازم يكون سحاب ولازم الأبخرة الماء من البحار تتبخر إلى السماء السماء يعني مكان العلو بعدين يجي المطر من ينزل هذه الأمطار طبعا هذه أيضا إشارة إلى أن البعث ممكن والآية نزلت في مكة في سورة النحل يعني أنتم لماذا تستغربون من البعث والنشور هذه الأرض الميتة نحن نحييها بماء من السماء ينزل فتحيى الأرض البعث من نفس الشيء أكو رواية أتصور قاريها لكم أنه إذا أراد الله أن يحيي الناس للنشور الآن لا أذكر أنه كم يوم ينزل مطر مطر شديد ينزل في كل الكرة الأرضية بعدين هذه العظام النخرة والأتربة واللي كلها ممعلوم وين رايحين كلها تتجمع وينشر الإنسان ويبعث من قبره من جديد مثل الأرض بعد موتها هذا هذا واضح إن في ذلك لآية لقوم يسمعون يسمعون هكذا يفسر المفسرون أنه أول خطوة أو أولى الخطوات للوصول إلى الحق أن تستمع بشرط مرة واحد يسبأ أو يستمع هكذا مرة يستمع إلى القول كما في الآية يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه ويجعل احتمال واحد أنه ممكن هذا صحيح هناك يفيد يسمعون هذا معناته يعني استمعوا إلى رسول الله استمعوا إلى الموعظة استمعوا إلى النصيحة بشرط أن تحتمل أنا دائما عندما أتكلم مع الشباب أقول لي أول شيء عندك احتمال ولو واحد بالمية أن هذا الكلام الملقى من قبل القرآن أو الرسول حق أو لا واحد خبرني من برة قبل سلوات جنة في الكويت قال أنا عندي 300 إشكال على القرآن قلت له ما يخالف بس قبل أن أجيب على أول الإشكالات 300 أخو من أقدر كم يوم بعد لازم نقعد وراء التلفون ذاك اليوم من إنترنت أتصور توهي يعني قلت له ما يخالف قبل ما أن أجيب إلى سؤال أو إشكال واحد من هاي 300 إشكال عن القرآن أنت أصلا تؤمن بالله أو مت أؤمن بالله قال لها أؤمن بالله قلت لأستغال الثاني هل تؤمن أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله هنا لقد توقف هذه الشبهات التي تحدث بره وشبابنا عندما يذهبون بره ينقطعون عن التبليغ ينقطعون على المجالس يجب دائما هذا الصوت صوت القرآن وأهل البيت يوصل لهم لا ينسوا هذه الأشياء قال يعني قلت له أنت تحاججني على القرآن وإنت متقبل أن القرآن وحي من قبل السماء أول شيء لازم تقبل ربوبية الله وإرساله للأنبياء وأن الرسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى وأن هذا القرآن وخلي نبحث هالأمور أول شيء هم نبحث ما يخالف سلام عليكم ورحمة الله نبحث بعدين نجي أنه هذا الإشكال الموجود في هذه الآية شنو معناته ذاك ممكن أما أن رأسا 300 إشكال بدون أن نسوي هذه المقدمات ما يصير يعني لازم مقدمات بها نرجع نرجع إلى كلامنا أنه يسمع يعني شنو خلو نحن كلنا نسمع إن في ذلك ذلك يعني شنو هذه الآية العجيبة أن الله ينزل الماء من السماء فتحيى الأرض بهذا الماء هذه من المعاجز اليومية التي تتكرر طيب ليش يسمع لأن أولى الخطوات للوصول إلى الحق السماعة بشرط أن تحتمل أن هذا الكلام حق وله واحد من المئة أما إلى المعاند الذي أصلا لا يقبل شيء لا يقبل أي شيء هذا لا تستطيع أن تهديه ولذلك لا يفيد إن في ذلك لآية علامة دلالة وضوح برهان دليل آية هذه المعانات آية كل علامة توصلك إلى الطريق الصحيح يسمى آية آية لمن آية لقوم يسمعون يعني يستمع ويحتمل أن هذا صحيح يعني يعطي ولو نسبة مئوية عشر بالمئة عشرين بالمئة أما إذا من الأول معاند ما يفيد فلا تكون آية له هذا أول آية بعدين تأتي إلى الآية الأخرى وإن لكم في الأنعام لعبرة هذه عبرة انظروا إلى الأنعام بعد هذا كل واحد يقدر يشوف بعد كل البشر يحتاجون إلى الأنعام الثلاثة الإبل البقر الغنم انظر إليها في هذه الأنعام لكم عبرة من العبر مو كل العبر من العبر نسقيكم إحنا نسقيكم دائما أنا أكرر موضوع الربوبية مو موضوع الخالقية الله خالق ورب هذا مهم يعني خلق وترك لا لحظة ورى لحظة لكل الكائنات أكو ربوبية وتدبير من الله يصبح لذلك يقول نسقيكم إحنا نسقيكم شلون انظر إلى الكتب العلمية شلون اللبن يتخلص من بين فرث ودم نسقيكم مما في بطونه إلها هنا جاي مذكر يعني لكل واحد من هؤلاء في اللغة العربية يمكن تأتي بجام أول شي بعدين تجيب ضمير مفرد ما في إشكال نسقيكم نحن نسقيكم مما في بطونه شلون نسقيكم من بين فرث ودم الله أكبر الفرث الطعام الذي يهضم في المعدة ويصير نوع من أجلكم الله بعد طبعا إذا خرج من المعدة خارج البدن يسمى روث أو سرجين باللغة العربية الروث الذي يخرج ولكن هذا الطعام مو كله يخرج التفالة إذا صح التعبير يعني الشيء الذي بعد ما يفيد يخرج وهذا أيضا من نعم الله ليش نحن في المستحبات أنه عندما تجلس في دورات المياه أيضا اقرأ دعاء أيضا اقرأ دعاء ليش حقيقة نعمة بعض المرضى ما عندهم هذا الشيء إش قد يتأذون سواء من البول أو من الغائط شوي مشكلة هذه هذه نعمة أيضا هنا الفرث يعني الطعام الذي يأكله الأنعام الغنم الإبل البقر أو الإنسان بعدين يصير يهضم في المعدة يتحول بعضه إلى جدار المعدة بعضه يتحول إلى الدم الدم يأخذ عصارات إذا الكلمات أنا ما أعرفها وائع كلمات اليوم قلت في الكتاب عندي كتاب علمي حول هذه الأمور تفاصيل حول كيفية تحول هذه الأمور إلى اللبن شيء غريب أصلا يقول مختبر طويل وعريض إذا أنت تريد تسويه لازم كم كيلومتر تسوي مختبر حتى تتحول هذا الله دا يسوي لحظات في بطون الأنعام نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم يعني مختلط من الفرث ويتحول إلى الدم نأخذ هذا شنو نعطيكم نسقيكم لبنا صفتين بها خالصا العلماء هنا يقولون لأنه هذا اللبن منين جاي أصلا اللبن من الطعام جاي والطعام المهضوم شنو رائحة كريهة طعم كريه لون كريه ومخلوط بالدم يعطينا خالص يعني يشرب الإنسان الحليب لا بتلوث ولا بطعم مزين ولا رائحة مزينة حتى الرضيع لمن يشرب هنا أنا في التعليق لأنه الأمهات يسمعنا عبر الفضائيات أوصيكم أوصيكن أنه الرضاع يصير باللبن لبن وحليب المرأة الأم هذه الدعايات التي صارت سنوات مع الأسف مع الأسف مع الأسف وتحول الأمهات تحولنا إلى اللبن هذا المصنوع الآن اكتشف كان مكتشف طبعا للتجارة سوى هذه الدعاية وإلا كانوا يعرفون مع الأسف للفلوس الآن تبين علميا ده ينشر وإلا كان مبين هو وفي الروايات أيضا أنه إصرار من روايات أهل البيت أن الرضاع يجب أن يكون من حليب الأم حتى من حليب البقر لا يكون من حليب الضأن لا يكون من حليب الإبل لا يكون هالسنتين أو سنة وشوي اللي الطفل خطيئة والآن تشوفون المرض اللي ينتشر أغلب من هاي الأشياء نقص المناعة خاصة طبعا هنا ليس إشارة إلى حليب الأم إشارة إلى الحليب الذي نحن نشربه من الإبل أو من البقر أو من الغنم فهذا اللبن الذي يأتي من بين فارث ومن بين الدم رأسا يأتي إلى ثدي البقرة أو الأنثى من الظأن أو الأنثى من الإبل ناقة ويصير أبيض ناصع خالص وسائغ خالص وسائغ سائغ يعني شو نذير ويمشي في الحلقوم بدون أي مشكلة لأن الولد الصغير إذا تريد تعطيتش له كباب يصير تعطيه مثلا مجبوس يصير أصلا ما ممكن كذلك أولاد الظأن والإبل والبقر ما يقدرون علف ما يقدر يأكل فلازم يشرب حليب حليب الناقة أو حليب الأنثى من البقر من الضأن من الغنم فهذا اللبن خالص من التلوثات ما بأي تلوث ما بأي ميكروب وأيضا سائغ يشربه الإنسان أو يشربه أولاد الأنعام بشكل سائغ سائغا للشاربين الشاربين هنا يطلق على الحيوانات وعلينا أيضا نحن نشرب الحليب والحيوانات يشربوا الحليب أمهم بعد هذا النعمة الثانية في هذه الآيات النعمة الثالثة ومن ثمرات النخيل والأعناب التمر وأنواع العنب من ثمراتها شنو نأخذ تتخذون منه سكرا بعض المفسرين جاءين قالين سكر يعني خمر خمر تأخذون طيب شنون يعني الله دا يمدح الخمر يعني وشنو قالين طبعا أنا أنقل كلامهم يعني قالين هاي الآية في هذه السورة سورة النحل السورة شنو كانت مكية بعدهم ما كانوا محرمين الخمر الجواب أنه الخمر كان حرام منذ خلق الله آدم في الأديان السابقة كانت حرام بلو هاشم أصلا لم يقترب إلى الخمر أبدا في تاريخهم العرب اللي شوي على دين إبراهيم كانوا على دين يهود موسى عيسى ما كانوا يشربون خمر نعم الفسق كانوا يشربون فهذا مو معنات السكر مو معنات الخمر شنو معنات أكو احتمالين الاحتمال الأول أنه السكر يعني الخل من بعض معاني السكر في اللغة العربية مو كل اللغة العربية في بعض المناطق لأن القرآن نزل على لغات كثيرة من العرب مو كل من لغة واحدة مو لهجة واحدة يعني يمكن بمعنى الخل الخل يأخذ من هذه الأعناب ومن النخيل خل العنب خل التفاح خل الثمرات هذا ممكن وأكو احتمال وهذا أتصور أقرب إلى الذهن أنه السكر حلاوة شكر تأخذ منه أشياء حلوة تأخذ منه أساسا الشيء الحلو الذي أساسا ما بضرار يأخذ من شنو يأخذ إما من التمر أو من العلم مثل الدبس الذي نأخذه الدبس سكر بعد هذا معنات ورزقا حسنا أرزاق مختلفة تأخذ من النخيل والأعناق هناك قال إن في ذلك لآية لقوم يسمعون هنا يقول إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إذا شوي عندهم عقل يعني يفعلون عقلهم دائما كلمة يعقلون في القرآن مو معناة أنه واحد ما عند عقل ولكل الناس عندهم عقول يعني يفعل عقله يتفكرون يفعل فكره ودماغه يسمعون يستمع حتى يأخذ الموعظة والعبرة هذا معناته وقاله كل واحد يسمع كل واحد يعقل كل واحد يتفكر هذا النعمة الثالثة النعمة الرابعة السورة التي نحن في خدمتها وفي ضفافها سورة النحل الآية حول النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أوحى في اللغة العربية واضح نحن شارحيها قبل تصور في سنوات ماضية أن الوحي أساسا في اللغة الصوت الخفي الذي مترد واحد ثاني يسمع هذا يشمل الإلهام أيضا يشمل الرؤية أيضا يشمل الغريزة الموجودة في الحيوانات كل هذه وحي والدليل على ذلك أنا جمعت كم آية حتى أجيب هذه المصادق وأوحى ربك إلى النحل هذه الآية التي نحن نقرأها يعني أوحى يعني جعل الغريزة في النحل بوحي من قبل الله سبحانه وتعالى أن هذا النحل كيلومترات يروح يدور على الزهر أو الزهرة يأخذ من هذه الزهرة اليوم شفت في كتاب شي عجيب النحل يقول ولكي تنتج الواحدة من شغالات النحل النحل على أقسام منها الشغالات شغالات يعني عاملات كيلو جراما واحدا كيلو واحد كيلو جرام عسل اللي نحن نأخذه وبأي بلي راح نأكل اللحم أو نشرب نأكل العسل ونشرب العسل إذا تريد الواحدة من الشغالات لأنه أكون ملكة وأكون نحل بس للتنظيف بس للبناء بناء الخلايا الموجودة عندهم هاي الخلايا السوداسية أنتوا شايفينها ما أدري أو لا أنا رايح أشوف هالأمور شايف هالأمور خلاياها سوداسية شكلها هندسة سوداسية وبالدقة يعملون هؤلاء هذول الشغالات شنو عنهم قسم منهم يقول هذول بس للبناء قسم للتنظيف ينظفوها بالشمع اللي عندهم لأن النحل عنده عسل وعنده شمع وعنده شنو كم شي عنده بعض هذول للدفاع بس واكفين إذا واحد اجي اخترب أو نحلة غير مرتبطة بهذه الخلية يدفعوها بعضهم للتهوية تكييف عندهم تكييف كتاب اسم النحل أنا قديما قاري الآن ما أدري وين موجود حتى واحد يوصي أنه تشتروا لمؤلف اسمه موريس مترلينغ عنده ثلاث كتب جدا حلوة غربي بس مترجم إلى العربية وإلى الفارسية حول النامل حول النحل هذا يشرح في هذا الكتاب شيء غريب أصلا كيف أن هذا الموجود يوحى إليه طبعا هو مع الأسف آخر الكتاب يقول أنا ما أدري شنو كيف أن هذه الأمور تأتي إلى النحل ومعلوم شنو تأتي وأوحى ربك إلى النحل يقول وليكي تنتج الواحدة من شغالات النحل كيلو جراما واحدا من العسل فعليها بالتفتين فعليها أن تجمع ما بين ثلاثة إلى أربع كيلو جرامات من رحيق الأزهار يعني أربع كيلو جرامات لازم يأخذ من رحيق الأزهار حتى يصير شنو كيلو عسل هذا شغال يستلزم ويستلزم ذلك حقيقي لو منتقنا تتعجب ويستلزم ذلك ما بين ستمائة ألف إلى ثمانمائة ألف طلعة طالعي عن شر شنو يعني هذه النحل أول الصباح تدرون شي سوي عدهم قسم من النحل فقط وظيفتهم روحوا شوفوا وين أكو نحل وين أكو زهر أول الصباح يرحون بعدين يرجعون يرجعون يقولون لهم ترهنانا أكو شي البقية يهجمون يرحون بعدين نقرأ أنه فسلك سبل ربك ذل لا هذا معناته يرحون إلى هناك بعدين يجيون على ربعهم تعالوا فيرحون يرحون شغال ستمائة ألف أو ثمانمائة ألف بين ستمائة إلى ثمانمائة ألف طلعة كل طلعة بيها شغال كم كيلو متر لازم تروح وترجع ومتنسى الخلية مالتها مترح إلى خلية ثانية يعني يمكن خمسين خلية موجودة هاي الخلايا اللي يصنعوها أو في الجبال أو في الأشجار متنسى ويستلذم ذلك بين ما بين ستمائة إلى ثمانمائة ألف طلعة والوقوف على ما يتراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين زهرة حتى يطلع كيلو عسد نحن رايحين مرتاحين دناكل هذا أعجب بعد ويستلزم هذول مشايخنا جيجون هنا للتشجيع وإلا هم يعرفون هالأشياء إذا تعرفون صلى على محمد خب هذا كيلو اللحم كيلو العسل ويستلزم كل ذلك إلى الطيران التفتوا مشايخي ويستلزم كل ذلك إلى الطيران إلى نصف مليون كيلو متر يعني عشرة أضعاف محيط الأرض أصلا أنت تتخيلها أصلا بعد أقرأ تستطيع الشغالة هذا النحل اللي سموه الشغالة الطيران لمسافة بين السبعة إلى دعش كيلو متر ذهابا وإيابا نحن قاعدين نفكر أنه هذه النعم تأتي هكذا خب هذا قسم القسم الأول من الوحي وأوحى ربك إلى النحل القسم الثاني وأوحينا إلى أم موسى شلون أوحينا؟ إلهام مو وحي أنه جبرائيل ينزل وما أدري يقعد ويا أم موسى هذه فقط خاصة للأنبياء الوحي اللي يجيب كتاب من السماء حتى الشياطين إلهام وحي إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم هذا موحي لأن الصوت الخفي الدبيب اللي بعض الأوكاد الإنسان قاعد يشوف أنه في شيء قوة تجره إلى الشر إلى عمل شر هذا وحي زكريا عندما قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية هذا موحي إهنانا اللي مقرأ شنو؟ الوحي بمعنى إيجاد الغريزة التي وضعها الله ويضعها كل لحظة مو وضعها وخلصها يعني هذا النحل اللي يبني هالبيوت في الأحجار وفي الجبال وفي الأشجار أو في الخلايا ويرتب البيت ماله ويروح آلاف الكيلومترات ويرجع وما يضيع السبل ويجيب العسل هذا شلون لا يصير هذا الشيء هذا وحي الله يدبر أمره لحظة فلحظة وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أفضل العسل لذول اللي يشتغرون بالعسل يدرون أفضل العسل هذا الذي هو يصير مو أنت تسوي خلية في الجبال وهذا غالي ترها ومن الشجر في بعض المناطق في إيران واحد من أصدقائنا يقول بالأشجار يسوون خلايا هم يسوون طيب من شلو يسوون أكو شمع موجود في داخل بدنها من هذا الشمع يسوي يعني النحل عنده عسل وعنده شمع وعنده غذاء للملكة وعنده وعنده سم أيضا هذه كله موجودة فيها الحشرة الصغيرة العملاقة من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون مما يعرشون يعني من الخلايا اللي نحن نسويها البشر يعرشون يعني يسوون يصنعون خوب شمنا قلنا لها أوحينا أوحى أنه روحي اتخذي من الجبال والشجر يعني أحنا قلنا للنحل بالوحي أوحينا إلى النحل روحي اصنعي بيوت بعدها شنو يسوين ثم كلي من كل الثمرات اطلعي من الخلايا روحي آلاف الكيلومترات واخذي من الثمرات من رحيقها اليوم قرأت أيضا أنه مو بس أن النحل يفيد للبشر عسلا يصنع عسلا لا هذول أيضا يلقحون بين الزهور أيضا خلي أقراركم هذا نفس هذا الكتاب يقول لو قدر أن تفنى أنواع النحل أكو وحشي وأكو أهلي أنواع حوالي 1200 نوع أكو من النحل لو قدر أن تفنى أنواع النحل إذا الله قدر أنه النحل ما يكون بعد أصلا لو قدر لو للامتناع فإن مئة ألف نوع من النباتات والثمار والأوراة ستفنى نحن نفكر فقط يجيب لنا عسل لا التلقيح اللي يصير بين الورود لأن كل شيء زوج أكو ذكر وأنثى ذكر وأنثى كل شيء في الوجود حتى الأحجار الله خلغ كل شيء بشكل زوجي وفي الآية القرآنية ما أكو إذا هذا النحل ما موجود مئات الآلاف من الأوراد والثمرات والنباتات تفنى أي أن تمدننا سيفنى أيضا لأن يصير لقاح فالنحل عنده وظيفتين يبقي على تمدن البشر من النباتات ومن الأوراد ومن الزهور ويعطينا عسل أيضا طيب ثم كلي من كل الثمرات روحي أكلي أخذي من كل الثمرات أكو عسل من نوع ثمر خاص من زهرة خاصة وكل واحد مننا إلى فائدة فسلكي سبل ربكي سبل ربكي أول كان يفسرونه أن النحل يروح ويرجع لا أيضا يمكن إشارة إلى المختبرات الموجودة في داخل بدن النحل لأنه هذا من يأخذ من الثمرات ومن الورود مو يصير عسل ترها مو يصير عسل يروح إلى مختبرات داخل بدن النحل هناك يصير فد عملية صعبة معقدة عجيبة يتحول إلى العسل بعدين يعطينا عسل ويمكن إشارة إلى السبل يعني النحل لمن يطلع يروح كيلومترات ويرجع كيلومترات وما يضيع واسلكي سبل ربكي فاسلكي سبل ربكي ذلولا هذه السبل يعني الطرق ذلولا جمع الذلول ذلول يعني ميسر لكي يعني ما يكون صعوبة عندك بعد ما يكون صعوبة ذلولا يخرج من بطونها شوفوا إشارة إلى البطون يعني العسل ما يجه الشكل يخليه النحل ما يصير إلا أن تأخذ من الثمار ومن الورود بعدين مختبر في بدنها يصير بطونها هناك يتحول إلى العسل من من بطونها شراب مختلف ألوانه وتشوفون أنتو العسل كم لون أكون ليش لأن الزهر يختلف الورود تختلف فيه شفاء للناس بعد روح شوف شقيت فوائد العسل اللي يريد يبيع العسل لازم يكتب ذني بعد حتى الناس تشتري عجيب من الفوائد أكون فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إذا يفكر شوية الليلة شوية قرأنا عن النحل هو الكتاب 200 صفحة روح أقرأ شوف شنوها المعجزة كيف أن هذا الحشرة تفهم أنه تصنع البيوت تقاوم وما تخلي العدو يطلع ما يخلي أحد يهجم عليها يقول إذا تلوث إجا يدافع عن نفسه لأن العسل يكون نقي ولذلك يقول إذا لدغتك النحلة أعرف أنه تلوث في إيدك إلى هذا المقدار عند الذكاء هذا وعيونها فيها كم ألف عدسة فيها فشي غريب أصلا هذا النحلة ونحن إذا تفكرنا هذه عبرة من الخالق العظيم حتى نستدل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أما الموعظة الأخيرة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا خير في صلاة لا خشوع فيها الصلاة خب نقرأ هذه الشكل لصلاوات والحمد لله إسقاط التكليف هذا بعد مير قضاء أما الخير الموجود في الصلاة تلك الصلاة التي فيها خشوع ولا خير في صوم لم تناع فيه من اللغو اللغو كله كلام إما غيبة إما تهمة إما كذب إما شيء ما إلى فائدة يعني هذا يسمى اللغو ولا خير في قراءة لا تدبر فيها الليلة إحنا قرأنا آيات ويمكن كنا نقراها بلحظة ونمشي بس شوية تفكر تدبر في آيات القرآن يعني قراءة القرآن ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ولا خير في علم لا ورع فيه ورع وتقوى ماكو شنون الفائدة ولا خير في مال الأولاني كان للرجال الدين بس لتفكر بس للرجال أكو بعد ولا خير في علم لا ورع فيه ولا خير في مال لا سخاء فيه تكديس في البنوك عمارات فوق عمارات وبعدين شنو ولا خير في مال لا سخاء فيه ولا خير في خلوة لا حفظ فيها عندما يختلي الإنسان مع نفسه لا يسوي حرام ليه أشياء ومن الناس لا تشوفها ولا خير في خلوة لا حفظ فيها ولا خير في نعمة لا بقاء فيها يعني كل الدنيا لأن كل ما ببقاء ولا خير في دعاء لا إخلاص فيه ولا إجلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين في آيات القرآن اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 سبحان الله 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 شكرا